السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض العزوم اللي عملناها للضيف الألماني انا دلوقتي بعمل شربة عتس انا بعملها بطريقة مختلفة ما عرفش انتو بتعملوها بي ولا ايه انا الطريقة دي عرفتها من نفسي كده بتدي مزاق افضل جدا للشربة بقطع بصلة وفصتهم وبشوحهم وبشوح معاهم جزرة وبطاطساية وفلفل الوان لو عندي بس انا مش هحط ولا بطاطس ولا فلفل الوان لاني ما عنديش فلفل الوان بشوحهم مع بعض بعد كده انا بكون غسلة العتس ومعايا طماطماية بعد ما شوح بقوا حط الطماطماية عليهم وبحط العتس وبحط طبعا ملح وكمون ولو عايزة حط فلفل اسود شوية صغيرين بس بعد كده خلاص شوحت حط الحاجات دي وبحط عليهم مية واسيبها تستوي وفي الاخرى هنشوف الشكل النهائي لها آآ في التقديم على الصفرة ان شاء الله دلوقتي احنا هنعمل مع بعض سلطة الحمص بالطحينة الحمص ده لازم يكون مستوي بحيث انه مستوي جامد زي ما احنا شايفين كده بحيث انه بيتهير في ايدينا آآ آآ خطواته سهلة وبسيطة جدا وبيكون طعمها لذيذ آآ احنا هنحط الحمص ده في الكبة آآ وهنحط عليه آآ ملح وكمون آآ وعصرة لمون آآ وزيت زيتون آآ وممكن نحط خل آآ وفي حاجة كمان في ناس بتحط ملح لمون بس انا الحقيقة ما عنديش فمش هحطه آآ وبرضو كمان نحط طحينة وفي بقى التركة اللي بتخلي لونه فاتح زي بتاع المحلات اللي هي يا اما تلجي اما ميا آآ متلجة شوية فانا استخدمت حطيت مياه متلجة وحطيت كل الحاجات ديت آآ في الكبة وضربتهم وهيطلع القوام آآ كريمي جميل جدا القوام زي ما احنا شايفين كده دلوقتي انت طبعا بت آآ انا ما كنتش حطيت الحاجات ديت طحينة وزيت الزيتون والحاجات دي فحطتها وضربتها تاني آآ لحد ما وصلت اللي انا عايزة كده خلاص هي جهزة وده الشكل النهائي لها دلوقتي هنعمل حاجة تانية وهي سلطة الزبادي بالخيار آآ احنا معانا آآ فص طوم واحد ومعانا آآ مايونيز ومعانا آآ حتة جزرة صغيرة آآ حتة قصدي آآ خيار صغيرة جدا هنبشر الخيار وهنبشر الطوم مع بعض على الزبادي ونقلب كله كويس مع بعضه بالمايونيز هي كده يعتبر خلاص الصلطة الزبادي جاهزة آآ احنا بقى ندوق لو احنا احسين ان احنا عايزين نزود ملح آآ شوية هنزود آآ شوية ملح صغيرين على حسب ان الزبادي اللي عندكه آآ ايه طعمها ده القوام بتاعها بيكون آآ كده سلطة الزبادي دي بنكلها مع يعني آآ يعني آآ يعني مع ممكن بتحطي مع الطعمية مع الحاجات بتبقى حلوة يعني من انواع السلطات وده الشكل النهائي للسلطة وبيكون طعمها جميل جدا مع الاكل وده الشكل النهائي للسفرة اللي عملناها للضيف الالماني كان فيه طعمية وكان فيه سلطة آآ مشكلة وكان فيه صلطة زبادي وصلطة الحمص وشربة العدس وكنا عاملين الكشري آآ هو حط طبق واحد بس عشان كنا هما الالمان بتعودين يكلوا الشربات الاول والسلطات آآ اتمنى الفيديو يكون عجبكم آآ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته